أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الذاريات في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة هذه السورة العظيمة سورة الذاريات تتحدث عن طريق العبودية وأنه واجبٌ على كل الخلق أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة وأن يفرُّ إليه وحده وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى كما سيتبين في آخر السورة وترسم للمؤمنين الصادقين طريق العبادة فقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن المتقين الذين يؤتون الجنة هم أولئك المحسنون الذين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذه السورة العظيمة افتتحت بقوله سبحانه وتعالى والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات يسرم فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصالق وإن الدين لواقع وتلاحظون أن هذا الذي أقسم عليه الله عز وجل من أن الجزاء والحساب واقع هو الذي اختتمت به السورة التي قبلها وهي سورة قاف عندما قال الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعد هذا اليوم الذي وعد الناس إياه هو اليوم الذي يقسم الله عليه في قوله والذاريات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع أي وإن الجزاء والحساب لواقع لا محالة في ذلك وقوله الذاريات ذروة الذاريات هي الريح لأنها تذرُّ أي تحمل ذروًا فالحاملات وقرًا وهي السحب تحمل الماء بأمر الله عز وجل فإن الريح تحمل السحاب وتسيِّرها والسحاب تحمل الماء الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرزق به من شاء من عباده قال فالجاريات يسرًا أكثر السلف على أن الجاريات هي السفن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يسرًا أي ميسر جريها في الماء وهذا ملاحظ فإن السفينة تجري بفضل الله عز وجل في الماء وعليها من الأثقال ما لا يكون على غيرها من وسائل الاتصال فانظروا يا إخواني إلى السفينة الواحدة كم تحمل من مئات الآلاف من الأطنان وتسير في الماء سيرًا رفيقًا ميسرًا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وقال بعضهم فالجاريات يسرًا هي النجوم فإنها تجري بأمر الله عز وجل جريًا يسيرًا وسهلًا قال ابن كثير وكأنه يميل إلى هذا القول وهذا أنسب للتدرج من الأدنى إلى الأعلى فإن الله بدأ بالريح ثم ثنى بالسحاب ثم ثلث بالنجوم ثم ربع بالمقسمات أمرا وهي الملائكة فتدرج من الأدنى إلى الأعلى وأكثر السلف على أن الجاريات يسرًا هي السفن وهذا قول جمهور وهذا من اختلاف التنوع لأن الجاريات وصف وهذا الوصف يصح أن يطلق على السفن ويصح أن يطلق على النجوم ولا إشكال في ذلك وهو كثير في التفسير قال الله عز وجل فالمقسمات أمرا هي الملائكة تقسم الأرزاق والآجال بأمر الله عز وجل لأن الله وكلها بذلك وأمرها به ثم ذكر المقسم عليه فقال إنما توعدون لصادق أقسم الله بهذه الأمور الأربعة لأنها آيات عظيمة الريح آية من آيات الله العظيمة والسحاب آية من آيات الله العظيمة والسفن آية من آيات الله العظيمة والملائكة وعملها بين العباد آية من آيات الله العظيمة فهذه الآيات التي خلقها الله وجعلها في الخلق دليل على أن الله قادر على بعث الخلق يوم القيامة ومجازاتهم على ما يكون منه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الدين بمعنى الجزاء والحساب كما قال الله عز وجل مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب ومنه قولهم كما تدين تدان أي كما تجازي وتفعل يفعل بك وتجازا وقوله في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت دان أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت قال الله عز وجل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف أقسم قسماً جديداً على أمر جديد وهو قوله والسماء ذات الحبك أي ذات البهاء والحسن والخلق القوي المتين إنكم أيها المشركون المكذبون بالبعث لفي قول مختلف يعني قد طرب أمركم وانظروا إلى التناسب إخواني بين المقسم به والمقسم عليه فقال والسماء ذات الحبك أي هذه السماء المحكمة أنتم مضطربون ومختلفون لم تتفقوا على شيء مما يدل على أنكم لا تركنون إلى شيء أفلا تكونون مثل هذه السماء؟ أو ألا تعتبرون بمن خلق هذه السماء فأحكم خلقها هل يليقوا به أن يخلق الخلق ثم لا يبعثهم؟ يدعى الظالم على ظلمه والمظلوم على مظلمته والكافر في سوء عمله والمؤمن في حسن عمله لا يبعثهم فيجازيهم كل بما يليق به ويناسبه؟ إن هذا لا يليق بمقام الله جل وعلا ولا بحكمته وعدله ولذلك قال إنكم لفي قول مختلف أي في شأن البعث يؤفك عنه من أفك يعني يصرف ويضل عنه من ضل ومن كتب الله عليه الشقاوة والإفك هو القلب ومنه المؤتفكات وهي قرى قوم لوط قلبها الله سبحانه وتعالى لأنهم قالبوا الفطرة التي خلق الله الخلق عليها وهي أن يتزوج الرجال النساء فأخذوا ينكحون الرجال والذكران دون النساء وهذا من قلبهم للفطرة التي استقر عليها أمر البشرية فقلب الله عز وجل الذي يرهم عليه جزاء وفاقة من جنس أعمالهم ثم قال الله عز وجل قتل الخراصون أي لعنوا والقتل هنا بمعنى اللعن والطرد والإبعاد وقد يكون بمعنى الإهلاك أي أهلكهم الله عز وجل ودمرهم والخراصون هم الكذابون الذين يتكلمون في اليقينيات وفي القطعيات بأهوائهم من دون علم فيجعلون هذه الأصنام آلهة من دون علم ولا بينا وينكرون أمر البعث من دون علم ولا بينا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهم غمرة الجهل والكفر والتكذيد ومحبة الحياة ساهون أي لهون عن البعث وعن التفكير فيه وعن النظر فيما جئت به يا محمد من هذه الأمور العظام فهم ساهون وهذا نلاحظه في عامة الكافرين هم في غمرة ساهون مشغولون بهذه الحياة يجمعون لها وينشغلون بها وينسون ما خلقوا من أجله قال الله عز وجل يسألون أيانا يوم الدين يعني متى ارتفتوا إلى الآخرة نتج منهم شيء واحد وهو السؤال متى يوم الدين هذا ليس ليس من أمرنا وليس شغلا لنا هذا من أمر الله عز وجل ولذلك يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الساعة من أمر الله وأنه علمها إلى الله ولا يجوز لأحد أن يسأل عنها قد يسألون أيانا يوم الدين يعني هذا هو منتهى ما يهتمون به في أمر الدين أو في أمر الجزائي والحساب والبعن متى إن كان حقا فأخبرنا متى سيكون والمؤمن إنما يسأل ماذا سيلقى في يوم الدين وإذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة قال متى الساعة يا رسول الله مباشرة حول النبي صلى الله عليه وسلم السؤال إليه فقال ما أعددت لها قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال الله عز وجل يومهم على النار يفتنون أي في ذلك اليوم الذي هم يسألون عنه سيكونون على النار يفتنون أي يختبرون ويمتحنون كما يفتن الذهب الذهب يا إخواني ما يكون ذهبا حتى يحرق فيتميز المعدن المعروف من الذهب من بقية الشوائب يسمى الفتن ويسمى الذهب الفتين يومهم على النار يفتنون أي يعذبون ويحرقون ذوقوا فتنتكم أي عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون لأنهم كانوا إذا هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم الوعيد الذي ينتظرهم قالوا إيتنا بالعذاب هذا العذاب نحن نريد هذا العذاب الذي أن تتوعدنا به فيقال لهم يوم القيامة هذا الذي كنتم به تستعجلون كنتم تطلبونه في الدنيا قد جاءكم اليوم على أتم ما يكون قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون بعد ما انتهى من ذكر هذه الحقيقة العظيمة وهي أن الناس سيبعثون وأن أمر البعث والجزاء حق لا ميث فيه بين مواقف الناس فقال إن المتقين في جنات وعيون المتقون هم من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا وحقيقة التقوى خوف يبعث الإنسان على العمل ويخيفه من مقامه بين يدي الله عز وجل قال في جنات وليس الجنة يعني في بساتين متنوعة كما سيأتي معنا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فنسأل الله الكريم من فضله قال إن المتقين في جنات وعيون عيون أيضا في الجنة عيون تنبع فيها من أعظم العيون فيها عين التسنيم وفيها السلسبيل آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم أي يأخذون تلك النعمة قد قبلوها من الله سبحانه وتعالى وحمدوا الله عليهم وقال ابن جرير بل المعنى آخذين ما آتاهم ربهم أي يفعلون ما أمرهم به الله عز وجل فيؤدون الواجبات ويقومون بها ولكن الظاهر أن قوله آخذين ما آتاهم ربهم بمعنى أنهم قابلين وآخذين النعمة التي ينعم الله بها عليهم ويكرمهم بها وهي الجنة لأنه قال بعدها إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي يأخذون تلك النعمة وينالون ذلك الجزاء لماذا؟ لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين وإن تأتي في القرآن كثيرا بمعنى التعليل يعني آخذين ما آتاهم ربهم ولهم في الجنة أو في الدار الآخرة جنات وعيون لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل ذلك أي في الدنيا محسنين أن يؤدون العمل بإحسان وحقيقة الإحسان قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمر أو حديث جبريل عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال العلماء فدل الحديث على أن الإحسان له مرتبتان المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى والمرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك نسأل الله الكريم من فضله يا إخواني أن تعبد الله كأنك ترى يعني أن تقوم بالعبادة وكأنك في حضرة الرب سبحانه وتعالى تراه بأم عينك من شدة حضوره في قلبك خوفك من محبتك له إجلالك لربك تعظيمك لشأنه فإن لم تستطع هذا المقام فاستحضر أنه هو سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك ولا يخفى عليك ولا شيء من عملك عنه سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين والإحسان كما يكون في معاملة الخالق يكون أيضا في معاملة المخلوق ولذلك جاءت الآيات مبينة الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق فقال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا إحسان في معاملة الخالق وبالأسحار هم يستغفرون هذا إحسان في معاملة الخالق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذا إحسان في معاملة المخلوق انظروا يا أخوان وهذه الآيات سبحان الله تتحدث عن مقام الإحسان مع أنها تشبه آيات سورة المعارج لكن آيات سورة المعارج لا تتحدث عن مقام الإحسان تتحدث عن ما ينجي الإنسان إن الإنسان خلقها لوعة إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهنا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وهنا يتبين الفرق الحق المعلوم هو الزكاة للسائل والمحروم وهنا الحق هنا ليس هو الزكاة شيء زائد عن الزكاة يؤكد ما ذكرناه من أنه يتحدث عن مقام الإحسان فإن المؤمن إما أن يكون مسلما أو مؤمنا أو محسنا وهنا الحديث عن مقام الإحسان فهؤلاء المحسنون قد أدوا الزكاة وانتهوا منها لكن عندهم شيئا آخر فوق الزكاة يرونه حقا عليهم للسائل والمحروم وهي الصدقات التي يتصدقون بها ويقومون بها قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني كانوا قليلا من الليل خجوعهم أي الذي ينامونه من الليل قليل لطول قيامهم وهذا هو اللائق بمقام الإحسان هو اللائق بمقام الإحسان وهو أنهم يقومون من الليل قياما طويلا جاء في السنة حده بأنه الثلث لأن للإنسان أو لربك عليك حقا ولنفسك أيضا عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا ولذلك قال النبي عليه وسلم أحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فهو يقوم ثلث ما بين النصف والسدس فيصبح مجموع النوم ثلثين والقيام ثلث إذن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم يعني ما ينامونه من الليل قليل ويؤكد هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا دقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة هو طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار إذن يا إخواني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قوله ما يهجعون ما مصدرية فتكون كانوا قليلا من الليل هجوعهم القول الثاني وهو لجماعة من السلف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي لا يهجعون ما نافية ويكون المعنى أنهم يقومون شيئا ولو قليلا من الليل لا يدعون قيام الليل ولو شيئا قليلا كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه يعني هذا يلتزمونه مع الله سبحانه وتعالى فمن زاد فهو قد زاد في باب من أبواب الإحسان العظيمة لكن هذا قدر لا يدعونه أبدا والقول الأول عندي أولى والله أعلم لأنه يتحدث عن مقام الإحسان ومقام الإحسان يقتضي أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل طويل وليس المراد أنهم يأخذون من الليل ولو شيئا خمس دقائق أو عشر دقائق وإن كان هذا خير لكن المقام الذي تتحدث عنه الآيات مقام أناس يسابقون في ميدان عظيم وهو ميدان الإحسان فالمناسب في حقهم أن يقال كانوا قليلا من الليل هجوعكم يعني ما ينامونه قليل جاءت السنة ببيان ذلك القليل بأنه يعني الثلثين والثلث يكون للقيام قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون سبحان الله ما أعظم إحسانهم لأنهم كانوا يقومون من الليل ثم إذا جاء آخر الليل في السحر قبيل الفجر جلسوا يستغفرون لماذا لأنهم يقولون مع كل هذا الذي نعمله هذا لا يساوي شيئا في جنبك يا الله فنحن نستغفرك يا الله من التقصير في حقك ونستغفرك يا الله من النقص الذي يكون فيما نتقرب به إليك ونستغفرك يا الله من العجب الذي قد يقع في قلوبنا ونحن نقوم بين يديك لأن الإنسان إذا كان في ظلمة الليل لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى قد يقع في قلبه شيء من العجب خصوصا إذا قام من بين عشر وعشرين في البيت أو الثلاثين في الجماعة ما قام منهم أحد كلهم ينامون الليل قد يقع في نفسه شيء من العجب فهو يمسح ذلك العجب بالاستغفار ويقول يا رب إني تائب إليك أنا مذنب وأنا ملطخ بالأوزار والآثام فأنا أستغفر وأمحو ذلك كله قالوا وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَأَفْضَلُ الْاَسْتِغْفَارِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْظُلَمَةِ هُوَ مَا كَانَ فِي الصَّلَةِ وَأَنْ تُكْثِرَ بِنَ الْاستِغْفَارِ في صلاتك خصوصاً عندما تسجد بين يدي ربك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقامل أن يستجعب لكم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحرور أي في المال الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى وملكهم إياه حق للسائل وهو الذي يسأل المال وهذا واضح جداً ولم يختلف فيه والمحروم وهذا قد اختلف فيه على أقوال كثيرة بلغت ثمانية لكنها متقاربة فالمقصود بالمحروم هو ذاك الشخص الذي لا مال له ولا يسأل الناس شيئاً ويتعفف ويبتلى كثيراً في أمر المال ما يكاد يأتيه مال حتى يذهب منه تكثر عليه الأمراض والجوائح وقد ابتلي في حياته بالمال فهؤلاء المحسنون يعطون السائل الذي يأتي إليهم فيسألهم ويتفطنون لذلك المحروم الذي لا يتفطن له أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بذاك الذي ترده اللقمة واللقمتان والدرهم والدرهمان ولكنه الذي لا يجد غناً فيغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه فالمؤمن الحريص يعني يعطي في الحالين إن جاءه سائل أعطاه وهو في الوقت ذاته يبحث ويترقب ويفتش عن أولئك الذين لا يستطيعون السؤال متعففون وهم أصحاب حاجات قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم في الأرض أيها الناس آيات لمن كان عنده يقين لمن أراد أن يستدل على قدرة الله وعلى نعمة الله على عباده في الأرض آيات في الجبال في الأودية في الأشجار في الأنهار في الأحجار في الطير في كل ما نراه آيات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي أنفسكم من بعد الأرض هناك ما هو أقرب للاستدلال على عظمة الله وقدرته وعظيم نعمته على عبده أنفسكم فيها آيات عجيبة وما يزال الناس يتفكرون في النفس الإنسانية ولن يستطيعوا أن يبلغوا المدى في ذلك لأن ما أودعه الله في هذه النفس شيء فوق طاقة البشر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر وقف أمامنا طبيب في يوم عرفة فقال أريد أذكركم بنعمة الله هو طبيب عيون هذه العين لتنقل هذه المرئيات والمبصرات إنما هي مثل الكاميرا تعكس هذه الأشياء ثم ترسلها إلى المخ عبر سلك يسير جدا يوصل هذا هذه المبصرات إلى المخ فالمخ يترجمها ويعرف أن هذا إنسان وهذا جدار وهذه سماء وهذا نور وهذا أخضر وهذا أحمر إلى آخره هذا السلك يقول أو هذا العرق أو العصب يسمى العصب البصري كم فيه من الأشرطة أو الألياف كل شريط مسؤول عن شيء معين هذا عن البعد وهذا عن القرب وهذا عن لون فلاني وهذا عن لون الفلاني وهذا عن الجمدات وهذا عن المتحركات وهذا عن أشياء المبهمة وهذا عن الأشياء الصافية والناصعة والقوية والمجهورة والخفيفة إلى آخره كم فيه من سلك أعطوني يا ناس فقالوا ألف قال زيدوا قلنا عشرين عشرة ألاف قال زيدوا قلنا عشرين المهم بعد لا وصلنا إلى مئة ألف قال فيه عشرين مليون سلك قالوا وهو لا يتعدى في حجمه أكثر من مليمتر أو قال اثنين مليمتر اثنين مليمتر في عشرين مليون موصل وكل واحد منها يوصل شيئا لا يوصل إلى آخر ولذلك يقع الضعف في البصر أحيانا في رؤية العلوان أو القريب أو البعيد أو غير ذلك ما السبب هناك مشكلة في السلك الموصل سبحان الله ويقوم إنسان قد نام وهو مبصر فيقوم وقد عمي من أين انقطع هذا السلك فأصبح الإنسان عميان بعدما كان مبصرا وفي أنفسكم ثم قال أفلا تبصرون أفلا تنظرون وتتفكرون ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قال والوقف هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم في الأرض آيات وفي أنفسكم آيات ثم تعجب فقال يعني أثارا انتباهنا فقال أفلا تبصرون يعني أفلا تنظرون وتتدبرون وتتفكرون في أمر السماء في أمر الأرض وفي أمر أنفسكم قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون في السماء رزقكم أيها الناس أي رزقكم يأتي من السماء وما توعدون أي ما وعدكم الله به في الجنة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا قسم ثالث فورب السماء والأرض بعدما ذكر الأرض في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وذكر السماء في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون أقسم بهما ثم قال فورب السماء والأرض أقسم بالله الذي خلقهم إنه لحق قيل إنه لحق أي البعث الذي أقسم عليه أولا أعاد بعدما بدأ تأكيدا لهذا المعنى وهو معنى البعث والجزاء والنشور فورب السماء والأرض إنه أي البعث والجزاء والنشور لحق مثل ما أنكم تنطقون أي مثل كلامكم الذي تنطقون فأنتم تعلمون أنكم تتكلمون هذا الذي سيحدث من البعث سيكون مثل ما أنكم تتكلمون وقيل وقوله فورب السماء والأرض إنه لحق أي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وما توعدون فورب السماء والأرض إنه أي هذا الذي ذكرناه لكم لحق مثل ما أنكم تنطقون والعجيب أن هذه السورة تحدثت عن أمر الرزق كثيرا وافتتحت به والذاريات ذروا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر هذا كل حديث عن الرزق وهنا قال وفي السماء رزقكم سيأتي الحديث عن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ثم يأتي في آخر السورة قوله سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فيها حديث ظاهر عن الرزق قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل جاءك خبر ذلك الضيف الذي حل بأبيك إبراهيم والضيف اسم جنس يطلق على الواحد والجماع أي أضياف المكرمين لأن إبراهيم أكرمهم وأنزلهم منزلا حسنا وهو أول من ضاف الضيف عليه الصلاة والسلام إذ دخلوا عليه قوله إذ دخلوا عليه قال ابن القيم فيها مفاجأة يعني ما كانوا وضعهم موعد معه لأنه كان يستقبل الضيفان في أوقاته كلها عليه الصلاة والسلام فهو تفاجأ بدخولهم عليه لأنه قد فتح بابه لمن يأتي إليه من الضيفان قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما بدأوا بالسلام لأن سنة المسلمين هي السلام قال سلام قوم منكرون رد عليهم بأفضل مما جاءوا به قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة وذلك لأن الملائكة جاءوا بسلام بصيغة فعلية قالوا سلاما أي نسلم سلاما والصيغة الفعلية تدل على الحدوث والانقطاع يحدث ثم ينقطع لما أقول ضربت فإن الضرب وقع ثم انقطع كذلك نسلم عليك أي سلمنا ثم انقطع سلامنا أما إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام سلام أي سلام عليكم وسلام عليكم جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام وما كان ثابتا دائما أولى مما كان متقطعا أو منقطعا ولو كان متجددا فسلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة وهذا متسق مع قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ثم قال قوم منكرون ما جاب ههم بكلمة توحشهم فلم يقل أنتم منكرون أو أنا لا أعرفكم وإنما قال قوم لا يعرفون ما أحد يعرفهم يريد أن يتعرف عليهم انظروا الآن أكرمهم وأضافهم وأدخلهم بيته ولما جلسوا واستقر بهم المجلس قال قوم منكرون يعني يعرفوني بأنفسكم من أنتم لأني ما أعرفكم لستم من أهل البلد جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه عليهم يعني منظر بهي وجميل فاستغرب فقال قوم منكرون أي عرفوني بأنفسكم ولذلك يستحب للضيف فنزل بأحد أن يبادل إلى التعريف بنفسه معك فلان ابن فلان أخوك فلان ابن فلان حتى تزول الوحشة فراغ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين قال العلماء راغ إلى أهله أي ذهب على سبيل الرواغان يعني على سبيل الاختفاء وعدم إظهار الإكرام ما يريد أن يظهر لهم أنه سيذهب ليأتي بالطعام مثل الذي يقوم لقضاء حاجة أو شيء من ذلك ثم ما يشعر إلا وقد ما يشعر ضيفه إلا وقد جاء بالطعام فراغ إلى أهله الرواغان هو الذهاب بسرعة وخفية فراغ إلى أهله فجاء بعجل هو جاء به من كرمه عليه الصلاة والسلام هو يأتي به ولا يؤجل ولا يدع خادمه أو أحدا غيره يكرم أضياف فجاء بعجل والعجل كبير وليس صغير سمين وقد استسمنه لهم والعجيب أنه قال فراغ إلى أهله ولم يقل راغ إلى السوق ما يدل على أن إبراهيم قد أعد العدة للضيف في بيته فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ووردت صفته في سورة هود فجاء بعجل حنيذ أي مشوي على الرضف أو الرضف وهي الحجارة المحمى وهذا ما يسمى بالحنيذ عند العرب وهو اللحم المشوي على الحجارة قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم أوصله إليهم ولم يقربهم إليه أي ما قال قوموا تفضلوا إلى طعامكم وإنما آتا به إليهم إكراما لهم وهذا يدل على إكرام إبراهيم وعلى قوة إبراهيم عليه الصلاة لأن حمل العجل السمين في صحن أو في قدر أو إناء يحتاج إلى قوة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون يعرض عليهم أن يأكلوا ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ولاحظوا أسلوب الإكرام ما قال كلوا ألا تأكلوا يعرض عليهم عرضا لأن هذا من كرم اللفظ ألا تلزم وألا تأمر وألا تجحف في القول وإنما تعرضوا الأمر عرضا ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لما رأاه لا يأكلون وقع في نفسه خوف لأن العادة أن الضيف يبادر إلى الانبساط والأكل من كرامة من يضيفه إذا كان مأمون الجانب أما إذا كان صاحب سوء ويريد شيئا من المنكر فإنه يعني لا يفعل ما يريده المضيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استغرب من هؤلاء الأضياف الذين يؤتى لهم بأطيب اللحم وهو العجر المحنود السمين ولا يتقدمون إليه ولا يمدون إليه أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وعوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وهنا قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم في تلك اللحظة قالوا أبشر سيرزقك الله عز وجل بغلام عليم وهو إسحاق ابن إبراهيم وسارة لأن سارة كانت عجوزا عقيما بشروه وبشروها في نفس الوقت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهذا يدل على كرم الملائكة ومحبتهم لإدخال السرور على إبراهيم وعلى امرأته لم يوفر هذا لأحد فبشروه وبشروها أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلأنه رجل يعني ما ظهر منه شيء وأما هي فلأنها امرأة والمرأة من عادتها أنها تستجيب لداعي الحزن بسرعة ولداعي الفرح أيضا بسرعة ماذا فعلت فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها يعني في صيحة تصيح وتصر وسكت وجهها انظروا صوت وفعل أما إبراهيم ما ذكر عنه شيء وهذا يدل على كمال يعني كمال الرجل لأنه لا يظهر عليه التأثر بسهولة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم في الآية الأخرى أألدوا وأنا عجوز وهذا بعني شيخة إن هذا لشيء عجيب يقال أنها كانت قريبة من المئة أو تجاوزت المئة فسبحان من يخلق ويقدر ويدبر أمر عباده على ما يشاء وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك يعني لا تستغربي ولا تتعجبي قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه هو الحكيم العليم الحكيم في أفعاله وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى والحكيم الحاكم المحكم لأمره سبحانه وتعالى فالحكيم ذو الحكمة وذو الحكم والعليم لأمر خلقه يعلم كيف يرزقهم ومتى يرزقهم إلى آخره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر